اختتمت مناورات درع الخليج واحد الذي انطلقت الأسبوع الماضي وأجريت المناورات في الخليج العربي ومضيق هرمز وبحر عمان وتهدف مناورات درع الخليج إلى رفع الجاهزية للقوات البحرية في حال ورد أي خطر يهدد المياه الإقليمية والممرات الحيوية للمملكة اختتمت مرين درع الخليج واحد الذي انطلق الأسبوع الماضي والذي تجريها القوات البحرية السعودية في مياه الخليج العربي ومضيق هرمز وبحر عمان والذي تهدف من خلاله إلى رفع الجاهزية للقوات المشاركة ورد أي خطر يمكن أن يهدد المياه الإقليمية والممرات الحيوية للمملكة هذه السفن جلالة الملك تصل تباعا إلى مرفى قائدة الملك عبد العزيز البحرية بعد تمفيذ عمليات الرماية بالذخيرة الحية في اليوم الختامي لهذا التمرين اللواء فهد الغفالي قائد الأسطول الشرقي صرح بأن التمرين حقق جميع أهدافه وأن ربما ستكون هناك نسخ قادمة وربما سيفتح المجال للدول الشقيقة للمشاركة في هذا التمرين ومشاركة قواتها لتبادل الخبرات عبدالامتاني سكاي نيوز عربية الجبين إذن أيضا قال قائد الأسطول الشرقي اللواء الركن فهد الغفالي أن مناورات درع الخليج واحد التي انطلقت الأسبوع الماضي قد حققت أهدافها وضف الغفالي أن المناورات جاءت لرفع الجاهزية القتالية للقوات البحرية والتصدي لأي خطر قد يهدد المياه الإقليمية للمملكة العربية السعودية الحمد لله اليوم الختام للتمرين وكان تمرين بسداء اليوم الأحد الماضي إلى الآن تقريباً أسبوع التمرين نشتمل على فعاليات متعددة ونفذ في منطقة نوصلية للأسطول الشرقي جميع الفعاليات التي مبرمجت الحمد لله والأهداف التي رسمت حققت مئة في المئة الختام اليوم كان رماية بالتخير الحية من السفن وطائرات القوات البحرية على أهداف متحركة بسرعات متفاوتة لإعطاء المزيد من وسط الاحترافية في السفن والطائرات ولمناقشة هذا الموضوع معنا من الرياض رئيس الدراسات المدنية بكلية الملك خالد العسكرية الدكتور نايف الوقاع ومن المنامة الكاتب والباحث السياسي الأستاذ عبدالله الثميني أبدأ معك الدكتور ضيفي من الرياض الدكتور خالد دكتور نايف الوقاع دكتور نايف بداية كيف تنظر القادة في هذه المناورات تحدثوا أن تم الوصول وتحقيق كافة الأهداف بنسبة مئة بالمئة كيف تنظر إلى الأهداف التي وضعت قبل أسبوع وما تم تحقيقه حتى الآن أحييك أخي فيصل وأحيي مشاهدي قناة السكاي نيوز عربية أينما كانوا وحيثما كانوا حقيقة أنا فخور عندما أتكلم عن وطني المملكة العربية السعودية وبما تحقيقه على كافة الأصعدة وما تحقق من أهداف من تمرين درع الخليج واحد الذي قام به الأسطول الشرقي يندرج في هذا الإطار القوات البحرية الملكية السعودية تمتلك خبرات عميقة وعريقة ولها مشاركات دولية وبالتالي نجاح هذه الفرضيات التي وضعها القادة تبين أن العمل مدروس والعمل مخطط بدقة وعناية وأن جميع المعدات البحرية التي تمتلكها المملكة العربية السعودية تم الحصول عليها لتحقيق سياسة المملكة العربية السعودية العسكرية في المجال البحري ولم يتم الحصول على هذه المعدات لمجرد الاستعراض أو الاحتفاظ بها في القواعد أو الموانئ البحرية هناك عدة فرضيات وضعت لهذا التمرين المساحة التي يغطيها هذا التمرين مساحة ضخمة جدا تتجاوز 3600 كم قام بها الأسطول الشرقي ونحن نعرف أن المملكة العربية السعودية تمتلك أسطولين بحريين كل منهما يستطيع أن يقوم بعمليات بحرية متكاملة وهو يمثل بمفرده قوة بحرية مشابهة لأي قوة بحرية لأي دولة أخرى هما الأسطول الغربي والأسطول الشرقي وبالتالي عندما أعلن قائد التمرين وقائد الأسطول الشرقي نجاح جميع هذه الأهداف فهذا أمر ليس بمستغرب لأنه تم التخطيط بدقة وعناية لتحقيق المتطلبات الدفاعية للمملكة العربية السعودية هذه من الناحية العسكرية الأستاذ عبد الله ماذا من ناحية المدلولات السياسية الرسائل التي تحملها مثل هذه المناورات ذات الإطار الواسع من ناحية العمليات العسكرية للدول الحليفة الدول الصديقة للمملكة العربية السعودية والدول في الإقليم أعتقد دلالات المكان والزمان واضحة أولا أن المملكة العربية السعودية تملك الإرادة السياسية وأدوات تنفيذها في أي منطقة من مياه الخليج أو في أي أرض من أراضي الدول الشقيقة المرتبطة بإدراك أهمية أمن واصرار المنطقة والآن الجندي الخليجي أثبت قدرته أولا على تنفيذ القرار السياسي بكل حرفية وتقبل أن يكون مضحيا حتى بنفسه فتجاوز العنصر النفسي في عملية أن يكون لنا مقاتلين ينفذون إرادة سياسية في الدفاع عن أوطانهم وأمن واستغرار هذه البلدان مسألة قد حسمت والعالم كله يدرك هذه الحقيقة ولو رجعنا إلى 2014 ومدلولات المناورات العسكرية التي أطلقت حينها باسم سيف عبد الله رحمة الله عليه ندرك تماما أن ليس القرار السياسي قرار سياسي إنما قدرت هذه القوات في عملية تنفيذ والانتشار تحقيق الانتشار النوعي لمواجهة أي تهديد في وقت قياسي وتنفيذ كل الأوامر والاطلاع بكل ما أوكل لهذه القوات سواء البرية والمجوقلة والدفاع الجوي وسلاح الجو والقوات الخاصة والتي تدربت كل هذه القوات كل هذه الأفرع تدربت مع قوات الدولية وكلها جاءت النتائج تؤكد على قدرة كل هذه الأفرع على تحمل نفسه في أي ظرف وفي أي مكان وفي أي زمان لذلك يجب أن نفهم الرسالة الأخرى من وجودنا في بحر عمان تحديدا نحن نعاني والمجهود العسكري السياسي في اليمن يتعرض لبعض الضغوطات وتحديدا في عمليات تهريب السلاح وكشفها في سواحل تمتد لأكثر من 2200 كيلو متر يفضل أن تنتغل عملية الكشف والتغصي ولذلك كان الجزء الأمني العسكري من حماية الممرات المائية برصد هذه العمليات في منطقة أضيق وكان بحر عمان دكتور نايف في مسألة تهريب السلاح وأيضا تابعنا تهديدات من قبل الحوثيين على الملاحة في هذا النطاق البحري مثل هذه المناورات لأي درجة تساهم في إرسال رسالة وتمنع أيضا عسكريين نطاق تهريب السلاح وأيضا تهديد الملاحة في هذه المنطقة حقيقة قدرة المملكة العربية السعودية على نشر هذه القوة البحرية الضخمة لمسافات بعيدة بسفن متعددة دليل على قدرة المملكة العربية السعودية بالمشاركة الدولية لأن حماية المضائق البحرية ليست من مسؤولية المملكة العربية السعودية أو دول مجلس تعاون الخليجي وإنما هي مسؤولية دولية أما الرسالة التي أرسلتها هذه المناورات فهي فعلا أرسلت رسالة للأصدقاء أو الحلفاء المترددون في هذه الظروف الصعبة التي تمر بها المنطقة وكذلك أرسلت رسالة أخرى للأعداء المتربصون بأن دول مجلس تعاون الخليجي وعلى رأسها المملكة العربية السعودية قادرون على حماية مصالحهم وقادرون على السيطرة على تهريب الأسلحة وعلى مواجهة العمليات الإرهابية نحن نعرف القوات البحرية السعودية شاركت في العمليات البحرية وخاصة المشاة البحرية في شريان الحياة في الصومال وشاركت في التصدي للقرصن البحرية في الصومال كل هذه الرسائل هي تبين تصميم وقدرة المملكة العربية السعودية على الدفاع عن مصالحها وعن الدفاع عن أشقائها وعن المنطقة بشكل عام أما ما يحصل من اختراقات بسيطة بواسطة زوارق تأتي من هنا أو هناك على شكل زوارق صيد بحري كما حدث للإرهابيين والحوتيين الذين تعرضوا للسفينة المدنية الإماراتية بزورق صيد فهذه لا يمكن السيطرة عليها نحن نعرف أن حتى السفينة الأمريكية سمارك أعتقد في خليج عدن دمرت بواسطة أحد هذه الزوارق فبالتالي التواجد البحري المهيب الذي فرضه الأسطول السعودي الشرقي وهناك ملاحظة واضحة من قائد الأسطول وقائد المناورات قال أن حصلت هذه المناورة وعلى هذه الاتساع وهذا النشر لأعداد ضخمة من السفن والطائرات والزوارق السريعة وسفن الإنزال وسفن الإمداد والإبرار البحري لم نتعرض لأي استفزاز وهذا يؤكد أن البعض لا يفهم إلا لغة القوة وفي نفس الوقت الذي تقوم به البحرية السعودية ممثلة في الأسطول الشرقي في مناورات تقوم القوات الجوية والجوية الملكية السعودية والقوات الإماراتية بإجراء مناورات ضخمة في قاعدة الضفر الجوية هذا يؤكد أن دول مجلس التعاون الخليجي أصبحت تمتلك الإرادة وأصبحت تمتلك الوسيلة وأصبحت تمتلك القوة لإدفاع عن نفسها بل والدفاع عن أشقائها في العالم العربي أستاذ عبد الله في هذا الإطار بالحديث عن لغة القوة هذه المرة سبق لطهران أن لوحت بإغلاق المضيق في وجه الملاحة البحرية وربما أكثر من مرة لغة القوة كيف تقرأها طهران مع هذا التواجد البحري والترسانة البحرية للمملكة العربية السعودية في البحار القريبة منها ليعذرني بس الدكتور لتصحيح أو إضافة معلومة بسيطة أولا ستاركوس تهدفت بعملية انتحارية وهي راسية في ميناء عدن هذه أولا القوارب التي تستخدم في التهريب تعتمد قوارب أكبر ذات حمولة عالية وتكون بمثابة ماذرشيبس هي تقوم بإيصال هذه الحمولات إلى سفن أصغر هي من يقوم بالتهريب ثانيا العملية الأخرى استهداف سفينة اللقاثة المدنية الإماراتية وما كان لهذه العملية أن تنجح لو لا أن كان هناك رصد أو تتبع إلكتروني للاتصالات وإمدادها لأطقل مطلق ذلك الصاروخ الموجه من البر العودة إلى سؤالك في عملية استخدام أو توظيف اللقاء إيران دائما كانت تنتهج هذا الأسلوب التصعيدي في عملية أن مضيق خرمز هو مسؤولية إيران أولا وإيران هي من يملك حق السيطرة وإدارة هذا الممر وهي دائما من كانت تهدد سلامة هذا الممر الحيوي لكل الدول المطلعة على الخليج العربي ورأينا مدى هذا التحدي اليوم حتى مع انطلاق الخليج واحد إيران عمدت إذا عملية التهديد والتهديد ولكنها تعرف تماما وتدرك أن الإرادة السياسية التي تدعم من ينفذها التمريس سوى اللواء الغفالي أو القيادة العسكري للأسطول الشرقي أنها قادرة على التعامل مع أي تهديد ولنتذكر جميعا معنى خط فهد رحمة الله عليه الملك فهد في الثمانينات عندما تجاوزت بعض الطائرات الإيرانية وكانت القيادة السعودية محتاجة لقرار من الملك حينها رحمة الله عليه بعدها وضع خط من أعلى الخليج إلى أسفله وقال من يتجاوز هذا الخط لا يرجع لأي قيادة في عملية التعاطي مع هذا التهديد كتهديد مباشر ويجب التعامل معه بحزن هذه هي الرسالة التي تفهمها إيران ومن الآن وصاعدا هذا ما ستسمعه إيران نعم دكتور كنا مؤخرا مثل هذه المناورات تتم بمشاركة دول حليفة ذات إطار ودول مشاركة من أقطار مختلفة ما دللت أن تكون هذه المناورات خالصة للقوات البحرية السعودية هذه المرة حقيقة هذه دلالة قوية على الاستراتيجية العسكرية السعودية الجديدة ولا أقول عقيدة لأن العقيدة العسكرية للمملكة العربية السعودية تنبثق من العقيدة الإسلامية ولا يمكن أن تتغير وهذه العقيدة أقصد الاستراتيجية الجديدة بدأت ملامحها منذ منورات سيف عبد الله منورات سيف عبد الله وضعت فرضية أن المملكة العربية السعودية ستخوض ثلاث حروب في آن واحد في الجنوب وفي الشرق وفي الشمال وبالتالي هذا التمرين البحري الضخم يثبت لبعض المشككين نحن استمعنا عندما أرادت المملكة العربية السعودية أن ترسل قوات برية إلى سوريا وأرسلت قوات جوية لقاعدة أنجرليكا التركية هناك من شكك حتى من أعضاء الكونغرس الأمريكي أن المملكة العربية السعودية ليست لديها قدرة لإرسال قوات إلى سوريا الآن نقول أن هذا التمرين هو رسالة لهذه الأصوات النشاز المشككة نحن في نفس اللحظة التي نشارك فيها بعمليات عسكرية برية وبحرية وجوية وفرض حصار بحري على دولة بحجم اليمن بنفس اللحظة التي نقوم بها بإجراء تمرين درع الخليج واحد نقوم كذلك بإجراء مناورات جوية في قاعدة الضفرة إذن لدينا القدرة ولدينا القوة ولدينا الوسيلة سيد الكريم فقط أريد أن أستغل هذه النقطة لأذكر معلومة دائما تردد في المجالس أو في الصحافة وأريد أن أبدد هذا الخوف أو هذا التوجز كل ما يأتي ذكر البحرية الإيرانية يذكر أن إيران تمتلك غواصات وأن دول الخليج لا تمتلك هذا السلاح الرهيب أقول أن الغواصات الإيرانية في الخليج العربي عديمة الفائدة إيران نعم تمتلك ثلاث غواصات من طراز كيلو الروسية القديمة وهي غواصات غير فاعلة لماذا غير فاعلة؟ لأن مياه الخليج ليست عميقة المتوسط عمق مياه الخليج هو خمسين متر فقط وبالتالي هذه الغواصات لا تستطيع الاختفاء عن القوات البحرية الملكية السعودية أو طيران القوات البحرية بل أن أحد ضباط البحرية يقولون هذا أن نستطيع كشف هذه الغواصات بالعين المجردة أنا أقول أن دول مجلس التعاون الخليجي الآن أصبحت قوة يعتد بها وبالذات المملكة العربية السعودية امتلكت الخبرة لديها الإرادة السياسية لديها الشجاعة أن تفعل ما يدرأ الخطر عن هذه الدول طيب الأستاذ عبدالله وسؤال الأخير إليك استقلالية القرار حتى من الناحية العسكرية وما شاهدناه مؤخرا لاتخاذ الدول الخليج خطوات حازمة حتى في الإطار العسكري مع تخاذل الحليف الولايات المتحدة إلى أي درجة هو مهم في ظل الأخطار المحيطة بإقليمنا يجب أن نفهم أولا أن مسؤولية ضمان الاستغرار أو الأمن هو مسؤولية أي دولة بشكل منفصل سواء كان هناك حليف أو تراجع حليف نحن المسؤولون المسؤولية المباشرة عن أمننا واستغرارنا وأولادنا الحمد لله وبناتنا موجودين في كل الميادين سواء من يعمل أو من يحمل السلاح ويجب أن يدرك الجميع أن هؤلاء يستطيعون ضمان أمننا واستغرارنا وتحقيق النمو والإرادة السياسية واضحة منذ 2011 دخول درع الجزيرة وأكرر دخول درع الجزيرة إلى البحرين له دلالاته في استقلال القرار السيادي السياسي وإدراك أهمية ذلك القرار يجب أن يعاد قراءة تلك الخطوة قوات درع الجزيرة دخلت البحرين للتعبير عن إرادة سياسية وليست إرادة عسكرية وهذا هنا منذ ذاك الحين لن يكون هناك أي تراجع عن صيانة هذا الغرار أشكرك الأستاذ عبدالله الجنيد الكاتب والبحث السياسي كنت معنا من المنام وكل شكر لضيفي من الرياض الدكتور نايف الوقاع رئيس الدراسات المدنية بكلية الملك خالد العسكرية شكرا تزييري لكم موسيقى موسيقى